هذه السائلة ألف عين مقيمة في المملكة العربية السعودية لها مجموعة من الأسئلة تقول أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عليها وتسأل عن صدغ الحواجب وعن تكفيرها هل يدقى ذلك في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه لعنى النامصة والمتنمصة والفارجة والمتفلجة وما معنى هذا الحديث اللعن معنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا يكون إلا على فعل كبيرة من كبائل الذنوب قد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة وهي التي تأخذ شعر حواجبها والمتنمصة التي تطلب ذلك المتنمصة التي تفعل ذلك في نفسها والنامصة التي تطلب ذلك أن يفعله من غيرها وحالة كبيرة من كبائل الذنوب فلا يجوز أخذ الحواجب في أي طريقة لا بالقص ولا بالنت ولا بالحلق ولا بعمل المزيل على المزيل الشعب وأما صدغ الحواجب وتشقيرها فهذا يدخل في تغيير خلق الله عز وجل يدخل في تغيير خلق الله الله خلق الحواجب وجعل شعرها أسود ولا حاجة إلى صدغها لأن وضعها الخلقي أجمل من ما يعمل بها من التغيير والله جل وعلا أخبر عن الشيطان أنه يقول ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله وذلك من النمص والوشم والتهليج كل هذا من تغيير حق الله ومنه صدغ الحواجب لا تداعي إلى صدغها هي جميلة ولا تحتاج إلى صدغ وأما المتفلجات التي تعمل الفلك بين الأسنان لأن تبرد بالمبرد ما بين الأسنان حتى يكون بينها فتحات طلبا للجمال هؤلاء هن المتفلجات فلا يجوز هذا العمل متفلجات للحسن وأما إذا احتاجت إلى علاج الأسنان وليس هذا من باب طلب الحسن وإنما هو للعلاج قد رأى أنه يعالج هذا السن وإنزيل ما فيه من زيادة مشوهة للفم فنفس بذلك أن هذا من باب العلاج الأسنان